اشتركوا في القناة اشتركوا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في هذه الآية كما لا يخفى على الحاضرين جميعا أن الله عز وجل نفأ أمة محمد قال الله عليه وآله وسلم بما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن الله فرض عليهم الصيام كما كان قد فرض مثله على من قبلنا من الأمم هذا أمر معروف لدى كل المسلمين الذين يقرؤون هذه الآية الكريمة ويفهمون معناها جليا واضحا ولكن الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه شيء آخر قلما يتنبه له أو قلما يتنبه له من عامة الناس ألا وهو قوله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية لعلكم تتقون فالله عز وجل جرت عادته مع عباده المؤمنين أنه إذا أمرهم بأمر أو شرع لهم بفرض جرت عادته أن يقتصر تبارك وتعالى على ذكر الأمر دون بيان الحكمة من ذلك لأن الحكمة العامة من تكليف الله عز وجل لعباده هو أن يمتحنهم ويظهر من يطيعه منهم ومن يخالفهم ومن يخالفه تبارك وتعالى ولكنه في هذه الآية ذكر شيئا غير معهود كثيرا في القرآن الكريم ألا وهو تعليل الأمر بالصيام بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون فإذا الحكمة من فرضية الصيام على المؤمنين ليس هو فقط أن يمتنع عن الملذات والمباحات من الطيبات وإن كان هذا أمر واجبا بالنسبة لكل صائم ولكن ليس هذا هو المقصود فقط بهذا الصيام الذي ختم الله عز وجل أمره به بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون أي إن الحكمة من شرية الصيام أن يزداد المسلم طاعة لله تبارك وتعالى في شهر الصيام أكثر مما كان عليه قبله ولقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح تمام الإيضاح هذه الحكمة الإلهية بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أي إن الله عز وجل لم يقصد من فرضية الصيام الذي هو الإمساك في وقت محدود معروف لدى الجميع هو أن يمتنع هؤلاء الصوام من الطعام والشراب فحسب وإنما ينبغي أيضا أن يمتنع عن ما حرم الله عز وجل من الذنوب والمعاصي ومن ذلك قول قول الزور والعمل به فالرسول صلى الله عليه ولي وسلم يؤكد الآية لعلكم تتقون أي تتقربون إلى الله عز وجل زيادة عن إمساككم عن الطعام والشراب أيضا أن تمسكوا عن المحرمات كالغيبة والنميمة والزور وشهادة الزور والكذب ونحو ذلك من الأخلاق المحرمة كما نعلم جميعا من أجل ذلك يجب أن يعلم المسلمون جميعا أن المفطرات للصائم ليست هي الأمور المادية فقط المعروفة إجمالا في الطعام والشراب والجماع ليس هذا هو الصيام فقط لذلك يفرق ويقسم بعض العلماء المفطرات إلى قسمين وهذا هو مقصد من هذه الكلمة في هذه الآونة المباركة إن شاء الله لا سيما وقد جرت عادة الخطباء والوعاذ في شهر رمضان إذا تكلموا عن المفطرات للصيام إنما يتكلمون فقط عن المفطرات المادية مما ذكرنا آنفا من الطعام والشراب والجماع بينما ينبغي عليهم كناصحين ومذكرين لعامة المسلمين أن يدندنوا كثيرا وكثيرا جدا حول القسم الثاني من المفطرات ذلك لأن الناس اعتادوا أن يفهموا أن الصيام هو من النوع الأول الإمساق عن المفطرات المادية ولكن هناك مفطرات أخرى هي مفطرات نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية فقد سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام آنفا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وجرام لذلك ينبغي على كل صائم أن يلاحظ نفسه هل هو صائم فقط عن المفطرات المادية أم هو أيضا صائم عن المفطرات المعنوية أي هل هو حسن أخلاقه وحسن سلوكه حينما دخل شهر رمضان المبارك إن كان كذلك فقد حقق معنى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية لعلكم تتقون أما من اقتصر في صيامه على الامتناع من الطعام والشراب وهو سادر وماضي في أخلاقه السيئة التي كان يمارسها قبل رمضان فليس هو بالصيام المقصود من حكم شراء هذا الشهر المبارك الذي أشار ربنا عز وجل إليه في قوله لعلكم تتقون لذلك نحن ننصح ونذكر إخواننا المسلمين بأن يتذكر هذا المفطر الآخر المعنوي الذي قلما يتحدث عنه الوعاظ والمرشدون فضلا عن أن يكون عامة المسلمين على ذكر وعلى تنبه لهذا النوع من المفطرات ألا وهي المفطرات المعنوية هذا الذي ردت أن أذكر به إخواننا الحاضرين في هذا المجلس الطيب إن شاء الله حتى يكون ذلك سببا لهم في زيادة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر الصيام الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بحق هذا الشهر المبارك من الإمساك عن المفطرات المادية والمعنوية ثم بالإضافة إلى هذه الكلمة أريو أن تنتبه لما سيلقى عليكم من بعض الأمور التي أغفلها الجمهور من عامة المسلمين بل ومن خاصتهم هناك حديث طالما أهمل بسبب حديث آخر لم يستطع جماهير الناس أن يجمعوا بينهما تطبيقا وعملا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر الصحور فهنا أمران اثنان قد أهمل من أكثر الناس ألا وهو التعجيل بالإفطار والتأخير بالصحور أما الإهمال للأمر الأول ألا وهو التعجيل بالإفطار فإنه يخالف في ظن البعض حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بصلاة المغرب فإذن هنا أمران اثنان بالاستعجال بأمرين اثنين فيبدو للبعض أنه لا يمكن الاستعجال بالأمرين كليهما معا عليكم السلام زغروا زغروا الحلقة ذلك أفضل شرعا أفضل شرعا إذا كما بضيقه من الأرض تكون باردي كلمة نعم كلمة للحكول طمام الأمر بالجمع بين التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب هذا منسهل جدا وذلك مما بينه لنا نبينا صلوات الله وسلام عليه فعلا وعملا حيث كان عليه الصلاة والسلام يفطر على ثلاثة مرات يفطر على ثلاثة مرات ثم يصلي المغرب ثم يعود فيتعش إن وجد في نفسه حاجة إلى العشاء نحن اليوم نقع في مخالفتين اثنتين اولا نؤخر الاذان عن وقته المشروع ثم بعد هذا التأخير يأتي تأخير اخر وهو اننا نجلس للطعام الا قليل من الناس الذين يحرسون ويصلون المغرب في المسجد لكن عامة الناس هم اولا يتأخرون حتى يسمعوا الاذان فاذا سمعوا الاذان جلسوا للطعام كأنهم يتغدون او يتعشون وليسوا هم في افطار الاذان اليوم في اكثر البلاد الاسلامية مع الاسف اقول وليس فقط في الاردن لقد عرفت ذلك بالتتبع في اكثر البلاد الاسلامية يؤذن الذان المغرب بعد الوقت والسبب في هذا اننا تركنا التمسك بالاحكام الشرعية وتطبيقها عمليا وتواكن على الحسابات الفلكية ركن الى ما يسمى اليوم بالروزنامة بالتقويم التقاويم هذه تجري على حسابات فلكية تحسب الارض ارض مستوية فتعطي حساب لهذه الارض المستوية بينما الارض خاصة في بلادنا هنا تختلف بين انتفاض فيوادي وبين هضبة بين جبل فلا يصح ان يكون التوقيت واحدا يشمل الساحل ويشمل الساحل ويشمل الجبل لا لكل ارض وقتها ولذلك من كان في استطاعته في حيث هو مقيم في بلده او في قريته ان يرى غروب الشمس بعينه فاذا ما غربت فهذا هو التعجيل بالافطار الذي امرنا به في قول عليه السلام المذكور آنفا لا تزال امتي بخير ما عجل الفطر لقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تطبيق هذه السنة تعليما وتطبيقا اما تعليما فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه البخار في صحيحه اذا اقبل الليل منها هنا واشار الى الشرق وادبر النهار منها هنا واشار الى الغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم اش من فقد افطر الصائم اي دخل في حكم الافطار وهلئذ يأتي الحكم السابق الذي حض فيه الرسول عليه السلام على الاستعجال بالافطار والرسول عليه السلام كان يطبخ هذا حتى وهو راقب مسافر فقد جاء ايضا في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر احد اصحابه بان يهيئ له الافطار فقال يا رسول الله النهار امامنا يعني ضوء الشبس ولو انها غابت لكن لا يزال ضوءها ظاهر من الناحي الغربية ما رد عليه الرسول عليه السلام بل اكد له الامر بان يهيئ الافطار يقول راوي الحديث كنا نرى النهار امامنا اي ضوء النهار ضوء الشمس حينما افطرنا لو ان احدنا ركب ناقته لراء الشمس الشمس غربت من هنا ورسول عليه السلام امر احد الصحابة ان يهيئ الافطار لماذا للتعجيل بالخير لا تزال امتي بخير ما عجل الفطر المهم ان نلاحظ ان الافطار المستعجل به شرعا يجب ان يكون على تمرات ثم التعجيل بالصلاة ثم بعد ذلك يجلس الناس ويأكلون كفايتهم هذا هذا هو الامر الاول الذي احببت ان اذكر به وهو الجمع بين الامرين الذين ابر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجال بهم الامر الاول التعجيل بالافطار والامر الثاني التعجيل بصلاة المغرب فالافطار يكون على تمرات كما هو السنة وان لم يتأسر تمرات على جرعات مما ثم تصلى الصلاة جماعة في المسجد والامر الاخر الذي اريد التذكير به وهو ما جاء في الحديث السابق واخر السحور اي ان المطلوب ايضا حكس الافطار فالافطار امرنا عليه السلام بالاستجال به اما السحور فينبغي التأخر به والواقع اليوم خلاف ذلك تماما حيث ان كثير من الناس يتسحرون قبل طلوع الفجر ربما بساعة هذا ما ينبغي هذا خلاف السنة القولية والسنة العملية لقد كان اصحاب نبي صلى الله عليه وسلم يتأخرون بالسحور حتى يكاد احدهم ان يسمع الاذان وهو يأكل يتأخر في السحور بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح وفيه بيان يسر الإسلام الذي يعتبر الذي يعتبر من قواعد الإسلام التي يبتخر بها المشلمون ونسيما وما كان منها متعلقة من الصيام حيث ان الله عز وجل ختم الآيات التي شاقها بخصوص الصيام ختم بقول عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن اليسر قوله عليه الصلاة والسلام اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه اذا سمع احدكم النداء والاناء اناء الطعام سواء كان حليبا شرابا ماء اي شيء مما يتسحر به المتسحر فسمع الاذان فلا يقول الان حرم الطعام لا يحرم الطعام بالاذان لمن كان مكتفيا منه فلا يجود له ان يزداد شرابا او فاكهة وقد قضى وطره من كل ما هو كان يأكل منه اما اذا سمع الاذان وهو لما ينتهي بعد من ان يأخذ حاجته من طعام وشراب فرسول صلى الله عليه وليه سلم يبيح له ذلك فيقول صراحة وبلسان عربي مبين اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته او يبرغ من حاجته منه والمقصود هنا بالنداء هو النداء الثاني الاذان الثاني وليس هو الاذان الاول الذي يسمونه خطأ باذان الامساق هذا يجب ان نعلم انه ليس له اصل ان نسمي الاذان الاول اذان الامساق الاذان الثاني هو اذان الامساق وهذا خصريه القرآن لان الله عز وجل يقول فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اذا انما يحرم الطعام في الوقت الذي تحل فيه صلاة صلاة الفجر لا فصل بين الامرين لا امساك ربع ساعة او اقل او اكثر بين وقت حل صلاة الفجر وبين وقت حريم الطعام ما ابدا لان الصلاة انما تجب بطلوع الفجر الصادق والطعام يحرم على الصائم بطلوع الفجر الصادق فليس بين الامرين فصل اطلاقا لذلك جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغرنكم اذان ملال لا يغرنكم اذان ملال اي الاذان الاول فانما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم واسمه عمر وهو كان ضريرا وهو الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى عبش وتولى ان جاءه الامر الى اخر الامر الامر هذا كان يؤذن الاذان الثاني الاذان الذي يحرم به الطعام ويحل به صلاة صلاة الفجر كيف كان يؤذن وهو ضرير هذا شؤال يريد بالطبيعة الحال على اذان بعض الناس لقد لقد كان عمر ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه يصعد على ظهر المسجد هو لا يرى الفجر لكنه ينتظر احد المعرة الذين يمرون به فاذا رأوا الفجر قد سطع وانتشر في الافق قالوا له اصبحت اصبحت حينئذ يؤذن فانتم تلاحظون هنا ان اذان عمر ابن ام مكتوم كان بعد ان طلع الفجر ورأوا الناس وهم يمشون في الطرقات وعليكم السلام وبركاته حينئذ اذا قيل له اصبحت اصبحت اذن فاذا في الامر سعر حيث ان المؤذن كان يتأخر في اذانه حتى يسمع الناس يقولون له اصبحت اصبحت ثم رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال اذا سمعتم النداء والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فصدق الله عز وجل حينما قال في اواخر تلك الايات المتعلقة بالقيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدا ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا من الفقه المستنكر والمخالف لهذه السنة أن يقول القائل أن الصائم إذا سمع الأذان واللقم في فمه فعليه أن يلفظها هذا تنطع وولوهم في الدين ورب العالمين وعظنا وذكرنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وليسلم أن لا نغالي في ديننا فحكى في القرآن الكريم قائدا يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق وقال لنا رسولنا صلوات الله والسلام عليه إياكم والولو في الدين فإنما هلك من قبلكم بغلوهم في دينهم أو قال عليه السلام إنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وليسلم قد بيّن لنا أن في مسألة شحور المتسحر ساعة وفسحة حتى قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يخضي حاجته منه فهذه مشاقا لله وللرسول أن يقول الإنسان للذي سمع الأذان واللقم في ثمه ألفظها وارميها أرضا هذا ليس من السنة بل هذا هو خلاف السنة وخلاف أمر رسول صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم الصريح وقد سئلت كثيرا فلا أدع مجالا لتوجيه مثل هذا السؤال فأقدم إليكم سلفا أن هذا الحديث موجود في أشهر كتب السنة التي منها سنن أبي داود وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المشهورة أولها صحيح البخاري ثانيا صحيح مثل ثالث سنن أبي داود هذا الحديث موجود فيه وكذلك رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وكذلك أخرجه الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم المعروف بمسند الإمام أحمد فهذا الحديث إذن ليس من غرائب الأحاديث بل هو من أحاديث مشهورة والتي رواها أمة السنة القدامى وبالسند الصحيح وهنا أقول خاتما لهذه الكلمة لعل أحدكم لديه شؤال فنجيب عليه إن شاء الله أختم هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته روايتان كما يحب إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الرواية الثانية كما يكره أن تؤتى معصيه ولذلك فما ينبغي المسلم أن يتورع تورعا باردا ويستنكف عن إطاعة النبي صلى الله عليه وآله 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 فيما حضنا عليه ولخصنا فيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وياحو